وشدد رئيس السيسي على أن تاريخ القوات المسلحة سيظل دائما كعهد الشعب المصري بها حافل بالبطولات والإنجازات الوطنية والتي من بينها تورة يوليو المجيدة وأشار الرئيس السيسي إلى التفاف جموع وجماهير الشعب المصري حول الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن قرمته سيظل تاريخ قواتكم المسلحة كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية ومن بين تلك البطولات تورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب ولتعلن قيام الثورة التي ردت للوطن عزته وللمواطن قرابته وليسطر التاريخ نموزجا للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسبت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها فتحية تقدير واعتزاز خلال هذه الذكرى العطرة إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب اشتركوا في القناة